عقليته غير مثقفة ده شوف اللي عمله المغاربة اليوم ده شوف الفرق الغرب أفريقيا طبعا عرب أفريقيا فرق واضح واضح بالتفكير بالمستوى بالعطاها بالأديولوجية اللي يمكن تفوق مثيلتها ولذلك أنا أثير تساؤل لو مجموعتنا صارت مع المغرب أو مع الجزائر ماذا كان يحصل؟ أنا تمنيت تكون هيت شي ليش؟ حتى تعرف قيمتك أنت الفنية من خلالها تعرف قيمة المدرب أنت تقول ربك أحبك جابك ويفرق الخليجية نعم اليوم عندما تقع ضمن رقعة يمكن أنت ما متعود على اللعب معها هو شنو الغاية من مشاركتك في البقولة؟ غير الاستفادة الفنية المفروض؟ هو المفترض يكون هنا لك دراسة أن الاستفادة الفنية أخرج بلاعبين شبان مثل ما تكلموا راضوا تكلموا كل الأخوة أنه صناعة جيل بما أنه فرصة وصولنا لكلاسة العالم فقدت خلال الفترة السابقة أجي جيل أولمبي لاعبين مميزين من الدولة الشبان بالتأكيد أزوجهم مع بتروفش مع غيرهم بدرب محلي أي أن كان يلا لعبوا وإذا كانت مع منتخبات جيدة بتعكي شرح يصير عندنا رح يصير عندنا هنالك وضوح بعملية المقارنة جيد منتخبنا جيدين ذولين اللاعبين اكتسابهم للخبرات شرح يصير بس ربما الوقوع مع هذه المنتخبات يعرضك لنتائج كبيرة وجماهيرك ما تتحملها لا لازم تتحمل ليش لازم تتحمل أنت تريد منتخب جيد طبعا يجب أن تخسر بالثلاثة بالأربعة بالخمسة ليش يكون فرق في السابقة كنا نغلبها عشر الباحث أنت ذكر في بقولة كاس العرب ستة وستة أولى أن وصلنا إلى المرحلة لكن الآن المنتخب لأين صعوبة عشر الأربعة طعش غلطنا عشر يعني هو بس عليك أظم الله الحم قوله 15 هذا فشوف الوحالي اللي وصل لمنتخب البحرين على الرغم أنه بباراتها معنا كانت ليست بمستوى مطلوب ومنتخبنا كان باستطاعته لو شاف يقول لك خرج من القوقعة وكسر القيود كان استطاعته تجيب لكن هناك خوف هناك يعني تقييد حتى من قبل المدرب بطريقة لعبة بزج اللاعبين ببعض المراكز محمد العالمين